بعث رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العشر من رمضان المبارك عام 1443 وأخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أنه في العشر من رمضان يذكر كل مصري بالفخر والإجلال الدور العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة في معركة أكتوبر المجيدة حيث استطاع رجالها البواسل أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين هذا ووجه رئيس مجلس النواب التحية للشعب مصر العظيم صانع الأبطال الذي تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكا كما وجه التحية لرجال كواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة